السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله حامل معيكم الجنباري وحقدم معيه الشربة الجميلة بتاعته. عايز اقول لكم لونها حلو جدا وطعمها ورحتها في متاه الجمال. آآ ان شاء الله هتشوفوا انا جهزتها ازاي وهتعجبكم. وحقدم معيه من النهاردة المساقعة وطبعا زي ما احنا معارفين المساقعة من الاطباق الاساسية في وجبات الاسماك. معي بقى هنا الجنباري بتاعي اهو. دي الكمية اللي انا خلاص نضفتها من السلسلة الرملية. زي ما انتم ما شايفين انا لسه ما غسلتهوش. انا بس جبت المقص وقصية الرجول اللي بتكون موجودة في الجنباري من تحت. طبعا علشان يكون نزيف معيه ولو فيه اي رمل بيكون موجود فيه لازم نشيل الرجول بتاعته عشان يكون نزيف معنا. وقادي الجنباري بقى لانا لسه هشيل منه السلسلة الرملية. النهاردة هشيلها معيكم بطريقة سهلة جدا من غير ما نقشر الجنباري او نشيل الراس بتاعته. اهو شايفين بقى السلسلة الرملية بتكون لونها غامق وبتكون باينة. باستكينة او بضاهر استكينة. وححطها كده في ضاهر الجنباري. وحبتدي اسحب بيها السلسلة الرملية. وبعد كده هسحابها بايدي اهو. شايفينها طبعا واضحة جدا. الطريقة دي سهلة جدا ومش بتاخد معنا وقت ولا بتاخد جهد ولا مجهود ولا اي حاجة. بمنتهر سهولة هننضف الجنباري بتاعنا. وحيكون جاهز على الاكل طبعا احنا عارفيا ان السلسلة الرملية ديت لو اكلناها في الجنباري ممكن تكون معنا حصاوي. طبعا ربنا يحفظ الجميع. فنحاول ننضف الاكل بتاعنا كويس قبل ما ناكله ونتأكد ان الحاجة بتاعتنا نضيفة. دي يعني كمية السلسلة الرملية اللي انا طلعتها من الجنباري اللي انا نضفته. طبعا احنا ممكن ننضف الجنباري بالاعواد الخشبية اللي هي اعواد اللي الشيش طوق او الخلة اللي هي بتكون صغيرة. آآ بس انا النهاردة حبيت عاملها معاكم بالسكينة علشان لو مش متوفر عندكم الخلة دي او اعواد الخشب آآ تكون الطريقة سهلة معاكم وما نقفش برضو على حاجة ما تكونش موجودة عندنا. اهو بكملها معاكم بقى طريقة تنضيفه. اهي السلسلة الرملية بتطلع معايا بمنتهى السهولة وطبعا هي مش كلهم يبقوا قد بعض على حسب حجم الجنباري. اهو هعمل دي اهي. بالراحة كده هبتدي اسحابها بس بصوا دي طويلة هبشدها بشدها بالراحة مش بشدها جامد عشان بس ما تتقطعش. ويكون لها باقية جوة الجنباري اهو شايفين طولها قد ايه? بنفس الطريقة هكمل كل الكمية. بالراحة خالص بنسحابها. بتطلع معانا بمنتهى السهولة. اهو ببصوا دي السلسلة الرملية بتاعتها كانت صغيرة جدا. واخر واحدة اهو بعملها خلاص. طبعا انا كانت طلب مني طريق التنضيف الجنباري فحبيت اقولكم على الطريقة دي بصراحة اسهل طريقة انا جربتها. فحبيت اعملها معاكم. وكده خلاص الجنباري بتاعي انا نضفته من الرجول ومن السلسلة الرملية. دلوقتي حشطف كويس جدا بالمية. وتأكد ان هو ما فيهوش اي رمل علشان طبعا احنا هنجهز الشربة بتاعة الجنباري فتكون نديفة معنا. بعد ما غسلته وصفيته كمان حبتدي بقى اجيب الحلة واحط فيها كل كمية الجنباري بتاعي اللي انا نضفته. خلاص كده حطيتهم كل لهم في الحلة. وتأكدت ان هم نضاف ما فهمش اي رمل. معي بقى هنا لتدبيلة الجنباري بصلايا كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة. او ممكن نبشرها في المبشرة. اي حاجة بس تكون صغيرة. حبتدي احطها على الجنباري. وبالنسبة بقى للتوابل. معي هنا اهو. توم بودر وبصل بودر. وشوية من الكزبارة. وشوية من الشطة. وشوية من الكمون. واكيد طبعا معي هنا ملح. ودي هتكون التوابل بتاعة الجنباري. وعايد اقول لكم التوم البودرة والبصل البودرة بيفرقوا كتير في شربة الجنباري. بتخليها زي اللي هي بتكون بتاعة المطاعم. بتبطعمها حلو جدا. بالراحة بقى هنبتدي نقلب البصل والتوابل مع الجنباري. واحنا بنقلب نقلب بالراحة. علشان الجنباري ما يتكسرش. خلاص كده انا قلبته كويس مع بعض. انا مش هسوي الجنباري دلوقتي انا هسيبه اقل حاجة في التدبيله اربع ساعات علشان الجنباري يتتبل مع البصل والبهارات. ويكون جاهز معي للشربة اللي انا هجهزه طبعا الشربة بتاعته. طبعا شايفين الجنباري خلاص بعد ما شلت منه السلسلة الرملية بقى لونه نضيف من جوه ما فيهوش طبعا اه اي حاجة وجاهز معينا ان احنا نحضره خلاص هسيب الجنباري يتتبل. ودلوقتي هعمل معيكم المساقة معي هنا بتنجان. انا طبعا كنت مقشراه. وغسله وحطاه في مية بملح علشان المية اللي بتكون عليها ملح بتخليه ما يشربش الزيت كتير. وطبعا صيبان حد مية صفة ومعي هنا الفلفل. طبعا الفلفل انا بنضفاه وفتحي كده فتحة صغيرة من تحت علشان وانا بحمره ما يفرقعش معي في الزيت. ودي خطوة مهمة جدا لازم نعملها. ومعي هنا طمط مية كبيرة متقطعة مكعبات ومعلاقة كبيرة من الصرصة. وبالنسبة للتوابل بتاعة المساقة معي هنا شوية من الملح ومكعب مرأة وشوية صغيرين من الشطة وشوية من الطم البودرة والبصل البودرة طبعا نحاول نزبط البهارات بتاعة الاكل طبعا البهارات بتكون روح الاكل فنحاول بقى يعني نزبط البهارات اللي احنا بنحبها ولو مش متوفر عندك حاجة ما توقفيش على الوصفة عادي بتكون كويسة برضو. في طوصة بقى فيها زيت سخنة على النار. حبتدي احط فيها البتنجان اللي انا قطعته وكنت نقعيه في مياه بملح وطبعا وصيبته لحد ما يتصفة كويس. حبتدي بقى رست البتنجان بتاعي في الزيت. وما نخليش النار تكون عليه عليه علشان البتنجان ما يتحرقش معانا طبعا لو علينا النار حيتحرق وحيمرر. فاحنا عايزين يكون طعمه كويس فانخلي النار تكون هادي عليه. حروس بقى كل شرايح البتنجان بالمنظر ده كده. وحستنى عليه بقى لحد ما ياخد اللون الدهبي وبعد كده حقلبه. طبعا ما انطولش عليه كتير علشان زي ما قلتلكم ما يغمقش معانا او يلونه يغير فلو لونه غير حيمرر وعايز احافظ على طعمه يكون طعم يكون كويس. خلاص كده بعد ما قلبت البتنجان حبتدي بقى اطلعه زي ما قلتلكم مش بحب لونه يكون غامق علشان ما يمررش معايا. طبعا ولي اللي ستة هشوفها تكون ما استويتش هسيبها في الزيت لحد ما تستوي. وبحضر بقى طبقة وعليه مناديل تكون نضيفة مناديل مطبخ وحبتدي اطلع عليه البتنجان بتاعي. وبعد ما هحمر كل كمية البتنجان هبتدي احط الفلفل بس اهم حاجة نحط الفلفل ما يكونش فيه مية. وبعد ما حمرت الفلفل دلوقتي جبت زيت يكون نضيف وحطيت فيه معلقة من التوم المفروم. وهبتدي اشوح فيه وبعد كده هحط عليه مكعب المرأة. طبعا مكعب المرأة لما بيتحط مع تحمير التوم بيدي طعم حلو جدا وبيدي ريحة كمان جميلة. وبعد التوم بتاعي ما ابتدى لونه يغير ويصفر. مش هسيبه لحد ما يتحمر خالص. هسيبه بس لحد لونه ما يغير. هحط عليه معلقة الصلصة والتمطمية والتمطمية اللي انا مقطعوها مكعبات. اهو بالمنظر ده كده. هقلب بس التوم معا طماطم والصلصة كويس. وبعد كده هبتدي اضيف المية. انا هنا هضيف كباية كبيرة من المية. على الطمطمية معلقة الصلصة هي كباية بتكون كفاية جدا. بس تكون كباية كبيرة. وبعد كده هقلب بقى المية مع الصلصة والتماطم. واخر حاجة هحطها هحط البهارات. وبعد كده هقلب البهارات مع الطماطم والصلصة. وههدي عليهم النار خالص وحسيبهم لحد ما تتسبك. ما بتاخدش وقت كتير. هتاخد بس حوالي عشر دقايق على النار. على النار هادية برضو عشان تتسبك بطريقة فيسة. اهو بالمنظر ده كده. خلاص كده اتسبكت معي. حطفي عليها النار وحسيبها لحد ما تهدى. وهبتدي بقى احضر اطباق التقديم بتاعتي. انا مش هحط البتنجان تاني على الصلصة او على النار. هحط في اطباق التقديم هرس فيه شرايح البتنجان بالمنظر ده. وعلى الوش هحط الفلفل. الطريقة دي بتكون سهلة جدا. اهو. نجاهزها على طول في اطباق التقديم. بعد ما رسيت البتنجان والفلفل هجيب بقى الصلصة اللي انا سبقتها على النار مع الطماطم. وهكوب بقى الصلصة على وش البتنجان والفلفل. اهو نحاول بس نوزع الطماطم بتاعتنا بالتساوي على الطباقين. وبالمعلاقة بقى هبتدي افرد الطماطم على وش البتنجان والفلفل. طبعا احنا محمارين البتنجان ومحمارين الفلفل ومسويين معانا. فمش محتاجين بقى ان احنا نحطهم تاني على النار او يتسبكوا مع الطماطم. هحط كده بس الطماطم عليهم. وهسيبهم هم حيشربوا من طعم الصلصة. وهتكون طعمها حلو جدا. والطريقة دي بتكون سهلة. ما بتاخدش معانا وقت في تحضير المسقعة. حفلت بقى الطماطم كده على الوش. وخلاص كده الاطباق بتاعتي بقى الجهزة للتقديم. وده بقى شكل المسقعة بتاعي. خلاص كده جاهز معي. مش هحط عليه حاجة تاني. وهنرجع تاني بقى للجنباري. بعد الجنباري بقى ما تتبل معي. وقاعد انا قلت لكم اقل حاجة للجنباري علشان يتتبل هي اربع ساعات. لو زادوا عن كده هيكون طبعا احسن. وهيدي له طعم احسن طبعا. حطيت عليه المية. ما زودتش مية يدوبك المية غطت الجنباري. وحطتها على النار. وحسيب الجنباري بتاعي لحد ما يغلي. هسيبه عشر دقائق بس. الجنباري لو غلي كتير. حيتهرى معنا. ويريد بقى ما نسبش الجنباري كتير في المية بعد ما يغلي كده. دي ما قلت لكم عشر دقائق بس على النار. حبتدي اطلع الجنباري في مصفى لوحدها علشان الجنباري لو سبناه في المية حيتهرى. فاحنا عايزينه يكون محافظ على برضو شكل يكون كويس ويكون طعمه مظبوط ما يكونش طعمه آآ ناعم من جوة او يكون اتهرى. وده الشكل النهائي بقى للجنباري بعد ما استوى معي ودي الشربة بتاعته. طبعا المسقعة اللي انا عملتها معيكم. هقدم معيهم طبعا السلطة ورصد الصيادية. آآ يا رب يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اللي شوف الفيديو يعجبه. ياريت يدوس لايك. وللسته ما اشتركش في القنوة يشترك ويفعل جرس التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي بقدمها. ولو حد محتاج وصفة وصفة اكلة معينة ياريت اكتبها لي في الكومنتات. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. شكرا شكرا